اشتركوا في القناة كيف امانة عمان عم تتعامل مع هذا الموضوع وايضا بعد انتهاء العيد وانتهاء عملية الدبح كمان كيف بدها نتخلص من فضلات وما تبقى من هذه العملية للتفاصيل اكتر رح يحكي لنا الدكتور يسار خيطان مدير التنفيذي للرقابة الصحية ومشروع الاضاحي في امانة عمان لعام 2018 اهلا وسهلا في الدكتور صباح الخير كل عام خير كل عام وانت بخير كيف تحضرات العيد جاهزة على قدو من وساق من فترة على فكرة من فترة طبعا طبعا الحمد لله خلينا نحكي اكتر عن آلية اختيار مواقع بيع الاضاحي واش هي المواقع وين هي وعددها صباح الخير حاولنا بأمانة عمان كل سنة احنا بنحاول ننقلل عدد مواقع الاضاحي مواقع الاضاحي للسنهاية 2018 اخترنا 12 موقع الـ 12 موقع موزعين اذا بسمحيلي اذكرهم سريعا جدا منطقة بسمان شارع نهاية شارع البطحاء مقابل مجتمعين غزال بمنطقة ماركة شارع الملك عبدالله مقابل مستودعات الجيش منطقة طارق بشارع النهضة قرب دوار العودات منطقة سويلح بشارع سودة بن زمعة بالمنطقة الصناعية بسويلح بشارع شباب بدران بمنطقة شباب بدران شارع ضيف الله الحمود مقابل المركزي الامني منطقة مرج الحمام القرية الملكية منطقة بدر نزال بشارع الأمير حسين بالقويسم بشارع الشعائر بمنطقة النصر بشارع الحزام الدائري قرب جسر صالحية العابد بالمسلخ الموظونة وكمان كذلك مسلخ أمانة عمان هاي المواقع حاولنا جاهدين نختارها عند اختيارها أن تكون أبعد شيء عن السكان نحاولنا توفر فيها شروط صحية وبيئية عالية نحن نعرف تماما أن الموضوع يعني زي ما حكيته حضراتكو أنه شعيرة دينية يجب أن تتم بعد أجمل صورة وأفضل صورة وحاولنا بأمانة عمان أن نلبي كل الطموحاتنا البيئية والصحية بهذه المواقع تمام يعني عددها تقريبا أدي 12 موقع 12 موقع تمام بكل موقع مثلا موقع بدر نزال في موقع بدر نزال فيه 70 حضيرة بكل حضيرة فيه نحفر حفر دم حفرة دم بنسميها شو حفرة الدم شو فكرتها نضع برميل عساس يكون هو مكان ذبح الأضحية عساس لما تنزل الدم ينزل بداخل البرميل وبعدين يتم شفط البرميل عشان تنسح بالدم ليش؟ هلا يوجد مئات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان هلا بعض الأمراض بعض الجراثيم بتكون تتحوصل وتبقى بالدماء لعشرات أو مئات السنين لا سمح الله إذا ذبح ذبع عشوائي تنزل مع الأتربة بتخترت مع الأتربة لا سمح الله طفلي أو طفلك بلعبه بكون إيده مجروحة بلعب لأتربة هاي احتمال تنتقل الأمراض إلو هاي واحد اثنين وفرت أمانة عمان كمان تعاقدت أمانة عمان مع نقابة الأطباء البيطريين ووفرت 50 طبيب بيطري للعمل على فحص ما قبل الذبح وفحص ما بعد الذبح بعام 2017 تم إطلاف 17 طن لحوم وأحشاء من داخل مواقع الأضاحي من قبل الأطباء البيطريين الموجودين بهذه المواقع ثلاثة يعني هاي جانب صحي جانب بيئي هلا جانب الإنساني كمان في عنا دائرة بأمانة عمان اسمها دائرة ضبط دائرة ناقلات دائرة مكافحة الأمراض ورعاية الحيوان وفرت مندوبينها مندوبينها مسؤولين عن قضية الرفق والتعامل الإنساني مع الحيوان إنه أول شيء الحيوان لا يرى الحيوان الآخر كيب بنمسك كيب بنذبح السكين تكون حادة بكل التفصيليات رابعا كمان مراقبين الصحة المتوفرين الموجودين بداخل المواقع عشان كل الشروط الصحية تكون متوفرة بالناحية التعامل مع اللحوم بعد الذبح وكذا وسادسا سيدتي في بعض الأماكن ما فيش فيها تيارات كهربائية أنا بقول عنه الجانب الأمني هاي ما فيش فيها تيارات كهربائية وفرنا فيها جينيراترات وأبراج إنارة سادسا الموضوع شوي إذا بتسمحوني أحكي بالجانب الاقتصادي هلا مثلا موقع بدر موقع بسمان فيه 52 حضيرة هلا أنت كمواطن لما تكون هاي المواقع فيها 52 حضيرة بتقدر تشوف النوعيات الموجودة كلها شو الأشكال تبعات الخرافة الموجودة وكذلك قضية العرض والطلب والتنافس بالسعر هلا التنافس بالسعر يعني بتأخذ الجود الأفضل والسعر الأفضل بداخل موقع بيع الأضاحي تمام طب شو هي الإجراءات تبعت أمان تعمان بخصوص الحضائر اللي خارجة عن الأماكن المحددة لبيع الأضحية هلا مبارح أو من يوم الخميس احنا تدأنا بمحاربة تحبانوني بالكلمة يعني مخالفين مخالفين تمام يعني مبارح تم إزالة 200 حضيرة مخالفة هلا هذا الموضوع 200 حضيرة مخالفة هذا الموضوع كر وفر احنا في عنا دائرتين بيشتغلوا على الموضوع هذا دائرة الضبط البيع العشوائي ودائرة الرقابة الصحية بيشتغلوا على الموضوع هذا الدائرتين في فرق مشتركة بالإضافة طبعا الإدارة الملكية لحماية البيئة أولا من العام بيكونوا مشتركين معنا بداخل هاي المواقع بنحاول تجاهدين إزالة المواقع هاي المواقع يعني أنا بعرف تماما إنه عيد الأضحى عيد الحب عيد الوفاء عيد التضحية عيد الفقراء يجب أن يخرج بأجمل صورة وأفضل صورة أجمل صورة وأفضل صورة هي إنه إحنا نكون نلتزم بالمواقع هاي لما ذكرت سابقا الشروط الصحية والبيئية الموجودة في داخلها حظائر البيع العشوائي لا يوجد أي شرط فيها موجود احتمال كبير كمواطن أنا ينضحك عليه سوريا بالسعر ينضحك عليه بالجودة إحنا بداخل مواقع الأضاحية ألزمنا كل صاحب حظيرة بتعهدات إنه في حال كانت الأضحية تم استبعاتها لأي ظرف صحي بأي ظرف تم استبعاتها ومش بقبولة ملزم صعب الحظيرة إنه يستبدلها للمواطن بنفس القيمة وبنفس النوعية طيب سؤال سريع دكتور وبدنا إجابة سريعة كيف المواطن أو الشخص اللي بده يضحي بده يعرف إنه هاي الحظيرة مخالفة أو الـ 12 موقع اللي ذكرناهم سابقا غير هدول الـ 12 مخالفين غير شيء ومخالفين مخالف بس بتسمحوا لي أحكي عن طريقكم بس كلمة وحدة سريعا أنا بدعي جميع مواطنيننا كل عام أنتم بخير أدعوك الالتزام بهاي المواقع خارج إطار هاي المواقع بدنا يخرج العيد بأجمل وأبهى صورة ممكنة إن شاء الله إن شاء الله شكرا دكتور ياسر خيطان ياسر شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر